بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طالبات صف التاسع يعطيكم العافية اليوم درسنا عن سورة الحجرات وهو آخر جزء من السورة الكريمة أربعة آيات من 14 إلى 18 مطلوب منه تفسير وحفظ طبعاً صباياً قبل ما أبلش إنه بالشرح دحكي لكم إنه كالعادة برح أبعت لكم تخطيط الدرس ورجاء على موعد الحصة لما أبعت لك تصوير الدرس تبعتيلي وصلني إذا بعتتي لي وصلني معناته أنت حضور معي بالحصة اللي ما بتبعت لي معناته هي غياب وبنرفع اسمها طبعاً للإدارة إنها غابت عن الحصة طيب الآن نبدأ نعيكم بتفسير الآيات الكريمة زي ما بتتذكروا إنه كل جزء من سورة الحجرات لما كنا نأخذه كان في قصة سبب نزول للآيات بالجزء الأول إذا بتتذكروا بنو تميم اللي أجبهم يعلنوا إسلامهم بالصراخ والصوت العالي وكانوا ينادوا يا محمد خلف حجرات النبي تذكرتوا القصة وبالجزء الثاني لما النبي أرسل أحد الصحابة ليحضر مال من بني المستلق وخاف منهم ورجع وفكر بدهم يقتلوه فنزلت للجزء الثاني اليوم الجزء الثالث نحكي قصة سبب نزول هاي الآية طبعاً حدثت قصة وراح حكيها بأسلوب قصصي فركزي معي بالأول بقرأ الآية الكريمة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ما هي القصة التي حدثت؟ يروى لسبب نزول هاي الآيات أن قبيلة عربية تسكن البادية تسمى بنو أسد بنو أسد زي كل القبائل العربية في السنة التاسعة للهجرة أرسلوا وفد نيابة عنهم إلى المدينة المنورة يريدوا أن يعلنوا إسلامهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الوفد أعلن الإسلام بطريقة مش حلوة أبدا كيف يعني؟ أخذوا يتمننون على النبي أنهم دخلوا الإسلام دون أن يضطروه للقتال قالوا يا محمد جئناك نعلن إسلامنا دون أن نضطرك لحرب وقتال جئناك من طوع أنفسنا نعلن أننا آمنا طيب والخطأ الثاني اللي ارتكبوه غير عن التمنن أنهم ادعوا الإيمان كيف يعني؟ أنتوا لسه هلا دخلتوا الإسلام لسه ما عملتوا أي عبادة ولا أي عمل إلو علاقة بالإسلام فكيف تحكوا له آمنا؟ علشان هايك الآية بتقول قالت الأعرب آمنا قل لم تؤمنوا أنتوا لسه ما عملتوا شيء الإسلام أول مرحلة بمراحل ديننا كيف يعني؟ طلع إلى الشكل المجاور أبين لك شو الفرق بين الإسلام والإيمان لما الإنسان ينطق الشهادة ويعتنق الإسلام هاي أول خطوة ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الخضوع والاستسلام لأمر الله بمعنى أنا نطقت الشهادة أنا آمنت بالله سأطيع بكل ما يأمر لما يبلش الإنسان يعمل العبادات اللي رب العالمين كلفوا فيها ويزيد على العبادات لاحظي يزيد على العبادات بالعمل الصالح والنية الخالصة لوجه الله أصبح مؤمنا الإيمان قالوا بتعريف وتصديق بالقلب يعني تؤمن بقلبك وعقلك ومقتنع وعمل بالجوارح يعني الإيمان قول وعمل مش مجرد قول طبعا مس إنك تؤدي عبادات الإسلام صوم صلاة حج هذا لا يعني أنك مؤمن لا الإيمان أن تزيد على ذلك بأن تقوم بأعمال صالحة وتخلص العمل والنية فيها لله تعالى سبحانه وتعالى طبعا إذا لاحظت إنه رأس الهرم موجود في الإحسان الإحسان أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى بمعنى تستشعر مراقبة الله تعالى لك بالسر وبالعلن هذا الاستشعار شعورك بمراقبة الله يدفعك للعمل الصالح ويمنعك على الوقوع في المعصية وإن وقعت فيها تسرع بالتو والاستغفار لله سبحانه وتعالى هاي الإحسان وهو أعلى قمة الهرم نرجع لجماعة بنو أسد اللي ادعوا الإيمان وهما لسه ما عملوا شيء من أعمال الإسلام فربنا عز وجل خلينا نحكي يعني زي انتقدهم أنه أنتو تحكوا آمنوا أنتو لسه ما عملتوا شيء من أعمال الإسلام ويذكرهم الله سبحانه وتعالى إنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فلا يلتكم بمعنى لن ينقصكم من أجور ثواب أعمالكم أطيعوا الله والرسول ولن تنقصوا من أجور أعمالكم إن الله غفور رحيم ليش ختمت بغفور رحيم لأن الله يدعوهم لأن يستغفروا عن الخطأ اللي وقعوا فيه التمنن والدعاء الإيمان تمام ننتقل لكم للآية 15 رح أقرأها قال تعالى إنما المؤمنون يخاطبهم الله فيقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هاي رقم واحد اثنين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بماذا وصفهم اللي يؤمن بالله وبرسوله بدون ما يرتابوا بمعنى لا يشكوا بما أخبرهم الله في القرآن وبما جاء على لسان النبي من آمن بالله وبرسوله بالصدق وجاهد بأموالهم وجاهد بماله وبنفسه في سبيل الله أولئك هم الصادقون إذن الآية الكريمة تذكرنا علامات صدق المؤمن أنه يؤمن بالله وبرسوله بصدق بمعنى أؤمن أن الله هو الذي لا إله إلا هو هو رب هذا الكون الخالق المبدع بيده الأمر كله الرزاق المحي المميت لا يحدث شيء في الكون إلا بعلمه بقدرته سبحانه وتعالى وبذلك أصدق كل ما جاء بالقرآن لأنه كلام الله أصدق أن يوم القيامة حق وأن النار والجنة حق وأؤمن بالثواب وأصدق بوجود الملائكة لأن الله أخبرني به وأنا أؤمن وأصدق بالله تمام؟ أيضا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولاك هم الصادقون زي ما حكينا هدول علامات صدق المؤمن طيب بدي أسأل الآن سؤال على رقم اثنين لماذا من بين كل العبادات عنا بدين الإسلامي ذكرت الجهاد؟ ليش ما حكى؟ بعد لم يرتابوا وحجوا في سبيله وحجوا أو واعتمروا وصاموا طبعا هي عبادات إلها أجر لكن لماذا الجهاد؟ تعرفوا ليه؟ ذكر هذا ذكرت الآية الجهاد لأن الجهاد من بين كل العبادات ومن بين كل الأعمال هو أكثر العبادات صعوبة وأكثرها مشقة على الإنسان فلن يقدم على الجهاد إلا من كان مؤمنا وصادقا لله عز وجل عرفتوا ليش ذكر الجهاد؟ هو من أكثر العبادات والأعمال مشقة وصعوبة على الإنسان فلن يقدم على الجهاد إلا من كان مؤمن بصدق يضحي بنفسه في سبيل الله طيب وذكرت الآية الجهاد بالمال قبل النفس لماذا؟ لماذا جهاد المال قبل النفس؟ الجواب لأن الجهاد بالمال أسهل على الإنسان من الجهاد بالنفس هاي واحد تنين طبعا كله رح أبعدتلكم يا تنين قد يكون المسلم بلحظة من لحظات حياته غير قادر على الجهاد بنفسه ممكن مريض ممكن عاجز فيجاهد بالمال فهمنا ليش ذكر المال قبل النفس؟ طيب ننتقل الآن للآية 16 واللي بعدها قل أتعلمون الله بدينكم يا أعراب ياللي ادعيته إنكم مؤمنين أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم صدقا تاسع هاي الآية لما نتأملها بصدق ونعمق التفكير فيها يعني القلب يلامس شيء من عظمة الله والرهبة لا يوجد شيء بالكون يحدث إلا بعلم الله شفوا هالكون الواسع اللي احنا عايشين فيه ذرة شفوا ما أصغرها ذرة اللي بدنا مجهر لنشوفها ذرة لا تتحرك من لواحد إلا بعلم الله ورقة شجر تسقط على الأرض كله بعلم الله ما يحدث في أعماق المحيطات حيث لا يستطع الإنسان أن يصل كله بعلم الله المجرات النجوم التي تتحرك كله بعلم الله لا إله إلا الله فالله عز وجل يقول الله يعلم ما في السموات وما في الأرض إذن يا إنسان اتق الله فالله يعلم حتى ما في قلبك يعلم ما يدور بداخلك من حديث ما توسوس له به نفسك إذن اتق الله تذكر أن الله بكل شيء عليم وآخر آيتين لاحظوا يمنون عليك أن أسلموا رجع الحديث عن الأعراب أنهم تمننوا على النبي بإسلامهم طبعا لا يحق لأي إنسان دخل الإسلام اللي هو نعمة عظيمة كرمنا الله تعالى بها لا يحق للمسلم أن يتمنن على الله وعلى الرسول بما يقوم من عبادات وطاعات بصير شو واحد بيحكي إيه ما أنا بصلي الظهر تتمنن على الله إيه ما أنا بعمل قيام ليل خلص لا استغفر ربك لا يجوز أن تتمنن على الله لا يجوز ليش لأن هاي العبادات أصلا هي واجب عليك وإحنا حكينا من البداية الإسلام استسلام وخضوع لأمر الله إذن هاي العبادات واجب عليك رقم اثنين نفع هاي العبادات في الدنيا والآخرة يعود عليك يا إنسان وليس على الله إنت إذا ما صليت لا تضر الله شيئا أنت تضر نفسك وإذا صليت لن تنفع الله شيئا أنت تنفع نفسك ثم أن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل والمنة أولا وأخيرا أنه هدانا للإيمان ووفقنا إلى طاعته فعلى الإنسان أن يشكر ربه على هذه النعمة دائما نقول يا ربي لك الحمد أنه هديتنا وخلقتنا على الإسلام الحمد لله رب العالمين ويختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض من دقائق الأمور وعظائمها كل هذا بعلم الله ليش ليستشعر الإنسان مراقبة الله تعالى الدائمة فيطيع الله ولا يعصيه وأن تكون دائما شاكرا لله دائما على لسانك خلي كلمة الحمد لله خاصة مثلما نصحى وإحنا بكامل صحتنا وعافيتنا نقول الحمد لله ودائما نستعين بالله اللهم عليك توكلنا وبك آمننا لا حول لنا ولا قوة إلا بك أتمنى طالبات العزيزات إنكم فهمتوا الشرح وانتفعتوا فيه إن شاء الله بحياتكم وإحفظ قيمة واحدة مستفادة وحلي السؤال الأول والثاني من أسئلة الكتاب ويعطيك العافية وإحفظ قيمة واحدة مستفادة 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 مستفادة